رياضيا يستهل المنتخب الوطني لكرة اليد بعد قليل مشاركته في منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 حيث يواجه نظيره الكرواتية وتصطدف السويد وبولندا منافسات البطولة خلال الفترة من 11 إلى 29 من يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى السويد وبولندا لمتابعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 مع تدشين المنتخب الوطني الأول انطلاقته في البطولة حيث يتواجد في المجموعة السابعة وتضم إلى جواره كلا من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة مشاركات المنتخب المصري لكرة اليد في المنديال هي الأقوى والأفضل في القارة السمراء في التاريخ إذ يمتلك المنتخب الوطني لكرة اليد رقما قياسيا مسجلا باسمه حيث يعد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في منديال كرة اليد برصيد 16 مشاركة وكانت أولى مشاركات المنتخب المصري في منديال اليد في نسخة عام 1964 عندما احتل المركز الرابع عشر المنتخب المصري لكرة اليد قدم نسخة استثنائية على المستوى الفني في البطولة التي استضافتها مصر في عام 2021 قبل أن يودع منافسات البطولة من دور الثمانية أمام الدنمار كحامل اللقب بالضربات التاريحية لينهي البطولة في المركز السابع ليصبح ثاني أفضل إنجاز مصري منذ الوصول للمربع الذهبي في منديال فرنسا 2001 وحصد المركز الرابع وبالإضافة لكونه أول منتخب عربي ينجح في التأهل للمربع الذهبي في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة اليد تتطلع كتيبة المدرب الإسباني باروندو خلال البطولة الحالية لتحقيق إنجاز أفضل مما تحقق في نسخة عام 2001 وتسطير أسمائهم في تاريخ بطولات العالم ورغم غياب بعض العناصر الأساسية عن المنتخب الوطني وعلى رأسهم القائد أحمد الأحمر بعد اعتزاله الدولي وكذلك يحيى خالد نجم فريق فيز بريم المجري تطمح الجماهير المصرية إلى إنجاز جديد في كرة اليد ترجمة نانسي قنقر